السلام الله عليكم سيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية مكون الصرف والتحويل هذه الحصة تندرج ضمن الأسبوع الثالث من الوحدة الخامسة مجال الغابة المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع اذا نبدأ على بركة الله عنوان درس اليوم الاسم النكرة والمعرف بال او بالاضافة الحصة الاولى ولاحظ واكتشف اذا نقرأ النص الغابة مجال اقتصادي وصناعي تعتبر غابة المعمورة من اهم الغابات المغربية فهي غابة غنية بما توفره من الاخشاب والحطب والفحم ومادة الدباغة وثمار البلوط ولحاء الفلين والعسل والاعشاب الطبية والفطريات اذا الاحظ الكلمات الملونة واحدد نوع كل منها اذا لاحظوا معي الكلمة الاولى الغابة الكلمة الثانية غابة الكلمة الثالثة غابة اذا الغابة هنا اسم معرف بالالف واللام غابة المعمورة لاحظوا معي غابة المعمورة غابة المعمورة هنا الاسم غابة معرف بالاضافة اما هنا فهي غابة غنية اذا غابة غنية هنا الاسم نكرة الآن سنعرف ما هو الفرق بين الإسم النكرة والمعرفة إذن الإسم النكرة هو الإسم الذي يكون منونا في الغالب في الغالب يكون منونا هو مجردا بالألف واللم وهو لا يدل على شيء معين لا يدل على شيء معين مثلا كتاب مدرسة شجرة إذن أما الإسم المعرفة هو كل اسم غير منونا مسبوق بالألف واللم يدل على شيء معروف على شيء معين ومعروف راحضوا معي الغابة الفحم الحطب الأخشاب إذن هو اسم معروف نسميه معرفة إذن وكما قلت في البداية الإسم المعرفة يعرف بالألف واللم أو يعرف بالإضافة غابة معمورة مثلا كتاب إذا أردنا أن نعرفه بالألف واللم نقول الكتاب إذا أردنا أن نعرفه بالإضافة نقول مثلا كتاب الرياضيات مدرسة المدرسة نعرفها بالإضافة مثلا نقول مدرسة نجباء شجرة شجرة نعرفها بالألف واللم الشجرة نعرفها بالإضافة شجرة صر إذن أصبحت معرفة بالإضافة هنا بالألف واللم إذن كما قلت الإسم النكراء لا يدل على شيء هو اسم لا يدل على شيء وغالبا يكون منونا الإسم معرفة يكون معرفا إما بالألف واللم أو بالإضافة إذن وهو اسم يدل على شيء معين ومعروف إذن غابة أوضح الفرق بين غابة والغابة غابة اسم نكرة والغابة اسم معرف بأل غابة اسم نكرة والغابة اسم معرف بأل أحدد أي الكلمة تدل على غابة معينة معروفة إذن الكلمة التانية الكلمة التي تدل على غابة معينة ومعروفة هي الغابة هي المعرفة معرفة بالألف واللم ولاحظوا أن كلمة المعمورة اسم معرفة مجرور ماذا أضافته إلى الاسم النكرة غابة إذن غابة المعمورة إذن أضافت إلى الاسم النكرة تعريف تعريف أي جملة جعلته معرفا إذن أضافت إلى الاسم النكرة تعريف أي جعلته معرفا ولاحظوا أنه عندما أضيف اسم غابة إلى اسم المعمورة فهل دل على غابة معينة إذن تعرفنا من خلال إضافة المعمورة إلى اسم غابة على اسم هذه الغابة ما هو اسم هذه الغابة الوردة في النص على اسم غابة المعمورة ما الذي حول الإسم غابة من نكرة إلى معرفة؟ إذن الذي حول اسم غابة من نكرة إلى معرفة هو كلمة معمورة حيث أصبح معرفا بالإضافة الذي حول اسم الغابة من نكرة إلى معرفة هو كلمة معمورة حيث أصبح معرفا بالإضافة استنتيج كل اسم منون مجرد من الألف واللام لا يدل على شيء معين معروف فهو نكرة كل اسم غير منوى مسبوق بالألف واللام يدل على شيء معين معروف فهو معرفة يعرف الاسم النكرة بإضافته إلى اسم مجرور معرف بالألف واللام إذن يعرف الاسم النكرة بإضافته إلى اسم يكون مجرورا معرفا بالألف واللام مثلا لاحظوا معينا غابة المعمورة مادة الضباغة هنا معرف بالإضافة ثمار البلوط لحاء الفلين إذن هذه كل اسم معرفة بالإضافة العسل الأعشاب الطبية الفطريات معرفة بالألف واللام كنتمنى أنه يكون فهم أميز فيما يلي بين الاسم النكرة والاسم المعرف بالألف واللام والاسم معرف بالإضافة نجد أنواعا من الغابات التي تختلف تبعا لمناخ المناطق التي توجد فيها إذن لدي هنا أنواعا اسم نكرة نكرة منون لاحظوا معي منون الغابات اسم معرف بالألف واللام التي تختلف تبعا لمناخ المناطق مناخ المناطق إذن معرف بالإضافة إذن أضيف اسم لكلمة مناخ معرف بالألف واللام مجرور إذن معرف بالإضافة إذن في هذه الجملة عادية الاسم النكرة أنواعا الاسم معرف بالأل الغابات الاسم معرف بالإضافة مناخ المناطق أنصح زميلي أو زميلتي بالمحافظة على الغابة باستعمال جمالين تتضمن أسماء النكرة واسما معرفا بأل واسما معرفا بالإضافة إذن الغابة هي رئة العالم الغابة هي رئة العالم لاحظوا معي اسم معرف بالألف واللام واسم معرف بالإضافة ومصدر أكسجين الهواء الضروري لعيش كل الكائنات الحية لذا يجب علينا الحفاظ عليها من السلوكات التي تضرها إذن مصدر أكسجين الهواء الضروري لعيش كل الكائنات الحية لذا يجب علينا الحفاظ عليها من السلوكات التي تضر بها إذن قمنا بإنشاء فقرة ننصح فيها زميلنا أو زميلتنا بالمحافظة على فضاء الغابة باستعمال جمل تتضمن أسماء نكرة وأسماء معرفة بالف واللام وأسماء معرفة بالإضافة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم أدرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة